اشتركوا في القناة شبكة واسعة من مكاتب الصرف المحتمدة على حد سواء قرار كهذا يجعلنا نتساءل ما الجدوى من فتح مكاتب الصرف أمام وجود السوق الموازية وما هي مصادر وطرق تمويلها وما هي خطوات ومفاتيح نجاحها مشاهدين الأكارم للحديث أكثر عن خطوات نجاح مكاتب الصرف الجزائر أسعد باستضافة الأستاذ عبد الرحمن بن يميناء خبير في العقار والهندسة المالية أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ شكرا على الدعوة وتحياتي للضيفك الكريم نعم ونرحب كذلك بالضيفة الثانية السيد عبد الوهاب بداني رئيس دائرة الخزينة ببنك السلام أهلا ومرحبا بك معنا سيد بداني أهلا بك شكرا للاستضافة الأخي أسين وتحياتي للضيفك الكريم نبدأ معك ربما كأول سؤال وستاذ تم المصادقة من طرف بنك الجزائر خلال اجتماع اللجنة نجلة النقد والقر على إنشاء شبكة واسعة من مكاتب الصرف الجزائر يعني اليوم ما هي ربما خطوات نجاح وتجسيد هذه المكاتب على أرض الواقع شوف أولا بشرة موقع برك في الأهداف يعني الصرف هو احتياج عادي يعني منذ مدة الفرق بين الآن ولا في غيرها في قوانينها في القوانين السابقة هو أننا نتكلم عن مكتب صرف لكن مدة سنوات وإحنا عندنا سوق صرف موازية يعني حتى الإعلامي والنسب اللي محطوطين في هذا السوق الموازية لكن بش بش نديروا واحد المقارنة ونعرفوا هذا المكاتب الصرف ما هي أهدافها وش رجية تدير إذن السوق الموازية لا ينقشها عاقل أنها تحطم الاقتصاد رغم أننا متعودين عليها وكل الجزائر اللي يتعاملوا فيها إلا من رحمه ربي نجي الآن لمكاتب الصرف مكاتب الصرف عندها مصار عندها بنك مركزي عندها نسبة عندها أنتون تشونج عندها أنكو عندها إن كوميسيون إذن عندها هذا المصار هذا الوش مصار وش يكون بغض النظر عن النسبة وش ما ندخلوش الآن في النسبة هذا المصار يكون أمر يكون تأمين هذا الأموال تأمين الجانب النقدي لأننا الآن الجزائرين وعيين بهذا لكن ناخذوا مخاطر على بلك لما تروح تشري يعني أنوار تشري في قيمة مالية بلك دفوبية بلك كل الأمور متوفرة لكن الإنسان معروف أنه لما يكون الربح كبير يتحمل تلك المخاطر لكن إذا حبينا نربطه هذا بأهدافنا الاقتصادية إذن لا يمكن أن نبقى على هذا الحال وأنه كان سوق موازية إذن يجب أن نضع في الواقع هذا المكاتب الصرف لكن هذا الصرف لوش نحتاجوه هل الجزائر الآن رأيت بدل للتجار والشركات رأيت بدل لهم تجارة دولية تم عن طريق البنوك العمليات الكبرى الاقتصادية لكن المكاتب الصرف لما تتوفر عموما للمواطنين مثلا جزائرين يجيين بالخارج ورح نجو من بعد الناقش ونسبة وكيفاش السوق السوداء تقاوم هذا ويجي كذلك مثلا للسياح ولا أي أجنبي يجي هنا الأجنبي ماذا به ما يتواجدش في غرفة أو في مكان ضيق أو عن طريق عملية مشبوهة باش يبدل باش يبدل أوراقه النقدية ماذا به يجي في مكاتب الصرف لكن كان أمر لازم ننتبهوا له مكاتب الصرف مكتب الصرف شركة ربحية جاء بشير بحضراهم وبالتالي هذا الواحد بشير بحضراهم لازم يوجد سوق وهذا السوق يتكون من كم وثمن الثمن هي النسبة وللفائدة وللهامش الربحي نسبة تحددها المكتب المركزي والهامش يحد السوق لكن هل هذا السوق موجود وكيفاش نوجد هذا السوق نعم طيب نعود ربما إلى الأستاذ سيدة بداني اليوم ما الجدوى تسألة تطرح ربما وهذا هو الإشكال الكبير ما الجدوى من إنشاء مكاتب الصرف أمام وجود سوق موازية شكرا مرة تانية على الاستضافة يجب سؤال التعكل ما الجدوى لوجود مكاتب الصرف في وجود سوق موازية أنا في نظري وفي نظر كل مواطن جزائري عاقل أو متعامل اقتصادي لدى ضرورة وجود هذه المكاتب الصرف وذلك لإزاحة بما يسمى هذه السوق الموازية هذه السوق الموازية التي عطلت ومدت صورة نمطية صورة غير جيدة على اقتصاد الجزائر صورة غير جيدة على الوضعية الاقتصادية للجزائر وبالتالي يجب فتح هذه المكاتب مكاتب الصرف حتى نسمح لكل مواطني أو متعاملين كما قال الأستاذ الهدف من وجود مكاتب الصرف لأن كل مواطن يحتاج إلى صرف وكلنا نحتاج إلى بما يسمى عملة في حالة قيامنا بعملية تجارية مع الجانب الآخر نحتاج إلى عملة وبالتالي هذا المخاطر التي نحن نتحملها لشراء أي عملة أو شراء العملات التي نحن بسدد نحتاجها لقيامنا بعملات نلتج إلى السوق الموازية وهذا ما يضر وهذا ما يسيء ويشين إلى صورة جزائرية وصورة نمطية أو صورة الاقتصاد الوطني وبالتالي نحن ولابد من وجود مكاتب الصرف وجود مكاتب صرف نظر للتطورات نظر للتطورات أو التزامات التي قامت بحكومة الجزائرية مع الخارج فيما يخص قانون الاقتصاد الجديد وقانون الاستثمار الجديد قانون اللي تكلمت على قانون النقد المصرفي قانون محاربة تبيض الأموال وبالتالي هناك تكملة بما يسمى لا بد من إرساخ وفتح مكاتب للصرف حتى تكون هناك تكملة لهذه العملية نعم سيد بدني ما هو المطلوب اليوم لنجاحها المطلوب لنجاح العملية في نظري في نظري المطلوب لنجاح العملية هو فتح هذه المكاتب وجعلها لكن قبل أن نطرح سؤال ونقول ما هو المطلوب لنجاح هذه العملية هذا هو سؤال قبل أن نطلوب لنجاح العملية لازم نكون عندنا نظرة كيف يمكننا تعبئة هذه مكاتب الصرف كيف حتكون تعبئة للمكاتب هذه الصرف كيف حتشتغل هذه مكاتب الصرف هذه النصوص تنظيمية التي نحن نتاظرها مع بانك الجزائر بمرافقة لكن تعبئتها الشيء المهم والأهم هو أنه يجب النظر إلى بما يسمى الجانب السياحي الجانب السياحي في الجزائر حيث نلاحظ أن كل مكاتب الصرف الخارج تعتمد وبشكل كبير على تعبئة هذه المكاتب من قطاع السياحة وبالتالي قطاع السياحة أو المستثمرين من قطاع السياحة كشرط أول أو هدف أول وبالتالي الاعتماد مثل هذه كما يسمى هذه المكاتب لا بد من إيجاد وسيلة أو طريقة تعتمدها بالجزائر سواء في تعبئة هذه المكاتب سواء بانك الجزائر أو بالأخص قطاع السياحة الذي لاجب أن لعبه دوراً مهماً في تعبئة هذه المسارة نعم طيب نعود ربما إلى الأستاذ بن يامينا تكلمت على نقطة مهمة تكلمت على السوق اليوم ما هو السوق تع مكاتب الصرف هل سوق مكاتب الصرف اليوم موجود يعني في الجزائر شوف على بالك والله غير عاود رجعت للنقطة اللي حبيت نعود أنطلق منها ونشكرك على ذلك شوف أولاً كان واحدة من الزوج كما نقوله رح نديرها لك التشبيه وسامحوني شكون اللو للجاجة ولا البيضة وإذن لأنه مهم هل يوجد سوق ولا نوجد ولا نحضر هذا الأداة باش نمتص هذا السوق لأنه مكاتب الصرف في الحالة الخاصة الجزائرية وممكن دول أخرى لكن تكلم في الحالة الخاصة الجزائرية عندها جبهتين على دو فرن لفرن تعالوا مرشي نوار ولفرن كما تفضل سيد الكريم لفرن تعالى السوق وتكلم على السوق السياحي ونجليه لكن لما نتكلم على السوق هل عندنا سوق سياحية اللي رح تكون مكاتب الصرف هذي يمكنها أن تحقق مرضوديا صحيح لأنه رانا نقولوها إنه نتروبريز إنه ننتيتي كي يجبهتين في دو رياليزي جو بروفي إدو رنطابل إدو رنطابل إدو رنطابل سيا لا رياليزي جو بروفي وما عنده هاش مرضوديا كأي شركة رح تغلق وبالتالي شي اللي رح اللي لازم بيكون تكون المرحلية والتقاطع ورح نشرح هذه النقطة وهنا نقدم أول اقتراح ولأول نظرة ممكن المسؤولين على بالهم بها لكن احنا رحنا شكراكم على الدعوة مع الأقل الكريم نحاول أن نطرحه شيء لامسينه من الميدان ومن تخصصنا شكوني يبدأ الأول هل نسننا وسياحة هل نجو نديره نفتحه كلنا مكاتب صرف إذن هنا شي اللي نشوفه أنه كمرحلة أولى رح تكون مؤطرة لكن مش هذي النقطة المهمة تكون فصلية أنه مكاتب الصرف هذه رح تخدم فصليا لأنها غير ممكن باش تخدم على مدار السن نقطة كانت تفضل بها سيد الكريم أولا لأنه على بالك السوق والبرودو والمادة كان البرودو سيزوني نحن سكان أبالي لازم تكون فصلية نقطة ثانية هي نقطة مهمة هي الخريطة ما هي الخريطة الجغرافية لمواقع مكاتب الصرف الأولى بس كنت أدير مكتب صرف في مكان لما رحش يجيليه الأجنبي باش ما نتكلمش عن الجزائري الجزائري عقلية خاصة وإحنا كنا مشاركين في هذا الشيء نعانوا منه نتكلم عن الأجنبي إذن أولا خريطة وتكون فصلية فصلية بمعنى لا أرى لا أرى ما صار تاني ما غير الجانب السياحي لكن ما يقلقوني في السوق هل عندنا جانب سياحي؟ هل الجو الجزائري مفتوح؟ وليس يجيب الكم اللي لازم؟ نقاطعك فقط مشاهدي ومتتبعي عودة مشاهدية لكاريم لاستكمال النقاش في برنامج تسأو لا تذكر كل ما يلتحق بنا الآن أنه موضوعنا اليوم يتعلق بخطوات نجاح مكاتب الصرف في الجزائر ونعود إلى السيد بن يامينا كنت تتكلم ربما على سوق مكاتب الصرف هل اليوم سوق مكاتب الصرف يعني موجود؟ شوف أولا المكاتب الصرف هي اللي راح تأثر السوق لما يوجد لأنه وش معناه سوق؟ معناه أنه ناس تحتاج عملة صعبة وتشري هذا العملة الصعبة من مكاتب الصرف ولا ناس عندها عملة صعبة ومستقبلاً ولا الآن تقدم العملة الصعبة وتأخذ الدينار الناس لما تحتاج هذا العملة سواء الجزائري اللي يحتاجها باش يروح للخارج لكن هنا راح يتطرح سؤال تعلكم شعار راح يدي الجزائري لأنه الجزائري ما عندنا مشكلة أنك تبدل تضيع باسبورتاك والبيتاك وتروح للبنك ويعطيك العملة الصعبة لكن المشكلة ما كاش متروح في هذا عندنا بنوك في كل خريطة الوطنية وندوك أن متروح شعار يعطي لك وبالتالي نعتبره نفسنا بأنه ما عندنا شونا لوكاسون توريستيك لكن لما نجو للأجنبي الأجنبي كيفاش يجي الأجنبي ويحط ماله في مكتب الصرف باش يدي الدينار الجزائري كما هو موجود في كل الدول في تونس في مصر وفي غيرها تدي العملة العملة المحلية الأجنبي أصلا أصلا في بلدانهم يروحوا لمكاتب الصرف لكن لما يجي إلى الجزائر هل كل الأجانب يروحوا لمكاتب الصرف عندنا واحد الخطأ جغرافي خطير اللي شوهنا تعريف السوق السوداء قالك تروح تبدل روح للسكوار كأنه السيد اللي يجي من الغواط يهبط للسكوار وش معناه السوق السوداء السوق السوداء انترك في نقطة ألف غير معروفة جغرافيا في فرنسا في ألمانيا يتفق معك شخص يعطيك ميلورو تماما وتعطيله لكيفانو هنا هذا سوق سوداء أو لمشي سوق سوداء هل هذا يمكن ضبطها جغرافيا من الصعب لأنه عملية لا يراها لكن الهدف أنا نظن من هذا مكاتب الصرف هي جاية تحضر في الأرضية لكن المرحلة الأولى تكون كومارادار للمراقبة فقط كما يقول تطيلو تيران باش تشوف كيفاش كيفاش يتتحط هذا المكاتب وكيفاش نبدأه لأنه الصرف لازم نعرفه أمر بقدر ما لازم نديره مكاتب صرف قدر لأنه مقابل مكاتب صرف إلى رزرف دوشانج من هو الأخطر هل الأخطر سوق سوداء أو رزرف دوشانج عباك رزرف دوشانج ومعناه كناك لو رزرف دوشانج لأن كنت تطرح لسؤال بالمطلق ما نقرأ قانون ما نقرأ تعليم نقول لك من المستحيل باش نديره مكاتب صرف لأنه نخاف على رزرف دوشانج رزرف دوشانج هما نديره بهم استثماراتنا هما اللي راهم يضبط بهم البنك المركزي لأباريتي تعدينار مع لزوتر دو فيز هالأباريتي هذي إلى يومين هذا من الصعب أن تكون كونكورانت للسوق السوداء وبالتالي أي طرف باش ما نقولوش الأجنبي فقط هذا لا يعني أني أشجع على الليليسي تاه أنا نشرحه في واقع صعب ذلك من الصعب باش يجي الأجنبي ولا غيره يروح يبدل في بنك ولا في مكتب صرف بصون سي كونت والسيد في جهة واحدة أخرى يعطي له دو سون فان الحل هو أنه راح يديره مكاتب فصلية ومراقبة وبكميات نخضية محدودة ومضبوطة باش ما ندخلوش في الخطر أنه نلمسوه في العمق لريزاردوشانج لكن سبق النصرات هذا في 2016 كان قرار كذلك تعفتح البنوك ومنتحج كذلك في قانون المالية 2021 نفس الشيء غلقوا كامل 36 تحصلوا على اعتماد كلهم غلقوا بسبب غياب النجاعة تفضل أستاذ كريم 36 تحصل على اعتماد وتم غلقهم وتم غلقهم بدون متابعة لكن الأمر الذي طرحه أستاذ بن يمين هو مكاتب الصرف مكاتب الصرف التي ستكون في السوق في الوقت الراهي ستكون مكاتب لمراقبة مكاتب حتى ترصد مكاتب حتى ترصد الواقع ترصد السوق البيئي اقتصدهم الواقع الاقتصادي للسوق ومن ثم تحدد الكمية المطلوبة لكن ما يخفى لك أستاذ ياسيلا تسمح لي بأن تعليمة تعد بنك الجزائر في هذا الإطار تكلمت وضيفت إلى مكاتب الصرف يعد يقوم مكاتب الصرف يعد يقوم بنشاطات أخرى من بيضاكت يمد الوكاتب توريستيك يمد فريد ميسيان على ترونجي فريد سوان فريد تود يعني إذا فهمت مكلامك أنه هذه المكاتب الصرف سيتم إنشاءها خصيصا للمقيمين لا ليس خصيصا للمقيمين لحد سواء للمقيمين بطبيعة الحال لكن هذه العمليات التي كانت حكرا على البنوك نتكلم عنها لزالوكاسون توريستيك لكن مكاتب الصرف كل دول العالم هي للأجانب ليس للمقيمين هذه طبيعة الحال لكن هناك ما يكون كمية من مكتب الهدف من ما يكون كبداية مكاتب الصرف ستكون للمراقبة ستكون المراقبة تترصد الكمية أو الكم المطلوب من العملة الصعبة ومن ثم كما تكلمت وقلت بي أن مكاتب الصرف هي للأجانب طبيعة الحال هي للأجانب طبيعة لكن لأنه انتجه للقطاع السياحة لو انتجه للقطاع الاستثمارات حتى نشوف الأجانب يأتون إلى هنا ويقوموا بعملة الصرف لكن هذه التعليمة على البنك الجزائر تكلمت على السابقة أنها أضافت بما يسمى هذه النشاطات التي كانت تمارسة في البنوك ستأخذها مكاتب الصرف على عاتقها مستقبلا على مستوى مكاتب الصرف وكذلك حين يطلب مكاتب الصرف بخصوص يعني تمويل ربما إشكالية تمويل ومصادر تمويل يعني ماذا تقترح أنت هذا مشكلة عويس نحن بانتظار النصوص التنظيمية التي سيعترى بأنك مختص خلينا من القوانين مش تتارح يعني هي من سيقوم بتعبئة هذه المكاتب ماذا تقترح هل هناك بنك الجزائر هل هناك في رأيي أن هذه المكاتب كاقتراح تكون تابعة للبنوك تابعة للبنوك تابعة للبنوك مكاتب الصرف تابعة للبنوك وتقوم بتعبئتها عن طريق البنك المركزي وهنا هو البنك دالجيري البنك دالجيري البنك دالجيري ولكن لكن هكذا رح نستنسفو كم الاحتياط لا نستنسفو كل جزائرين يجوه هكذا لا بطبيعة الحال هذه طريقة تمويل لازم طريق تمويل نشوفه دونتر الالترناتيف موريسي دورو فينونسي فضل إذا ما عندكش نور فرسي بن يمين معلش هي تعزيز قطع سياحة تعزيز الجانب سياحة الحماوية تعزيز بما يسمى كل قطع سياحة التي تدلي وتبعث جلب بما يسمى نعم طيب شف بن يمين بخصوص يعني عضية تمويل هذا المكاتب ماذا تقترح لا لا أولا مكاتب صرف ستمويل من عند البنك بنك الجزائر لأنه البنك الجزائر هو اللي يضبط لاباريت هو اللي يضبط لريزارف دوشانش توت جاري بالبنك سنترال من بعد يرفضون لابنك كوميرسيال يرفضون هذا أمر ثاني هذا هذه عملية جارية دوليا دول العالمية من البنك المركزي هو اللي داع لك تبدأ لا لا نجو أمر اسمح لي اسمح لي علشان يقول في هالكلام لنتكلموا على الجزائر تديني لتدول أخران يعني الوضع الاقتصادي الراهن لا لا مش قضية الوضع مش قضية الوضع سبباسي شوف احنا في الجزائر عندنا البنك المركزي يثبت هو على البالك البنك المركزي يقول لك الدينار يساوي طن أورو يسوي طن دينار لا يحافظ على يحافظ عليه على جل تجارة دولية وهنا يدخل لك على العمليات الاقتصادية لأن الحلول راح تكون في الأدوات الاقتصادية ومشي مكاتب صرف طرحنا في اللول شو كون اللول الجاجة والا البيضة شو كون اللول مكاتب الصرف ولا السوق السوق واشن هو ماذا هو السوق على مكاتب الصرف؟ كنت تكلمه أموماً لأنه الإشكالية اللي عندنا العملياً ليس في مكاتب الصرف لأن دينارنا ضعيف كيفاش أولاً يدخل دينارنا للسوق العادي ويقاس بقيماته لازم يكون أطوة تشانج ليبر تعويل أطوة تشانج ليبر وما يعني أطوة تشانج ليبر لأنه تشانج ليبر تشانج ليبر معناه يتبع العرض والطالب اليوم أين دينار بلوتوس ميل دينار تسوى آن أورو غدوة الصباح تلقى ميل سنسان دينار تسوى آن أورو إذن العملية هذه عليها سلحة تكون مرتبطة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بأمر ثاني تكون مرتبطة بالمنكن المركزي لكن لكي نرجع للسوق واش معناه سوق لمكاتب الصرف؟ مكاتب الصرف تبيع عملة يعني تدي عليك العملة وتعطيك الدينار ولكن ما تفضل للأستاذ بالنسبة للمواطن الجزائري والله أنا أظن بقدر ما يحتاجها المواطن الجزائري ما أظننيش رح يتحلل المشكل بالنسبة للمواطن لأن القضية في الكم ولكن ما قال رئيس الجمهورية أنا ما خلطنيش الذاكرة قال بللي ممكن نشوفه ونديره يمدلك مرة في السنتين ولا في الثلاث سنوات الثلاث سنوات بلك زدت هنا جمهورية تكلم على سنتين لكن مدلك قيمة كم أعلى من المال لكن هذا والله في الحق ثونية جزئية بالنسبة للاقتصاد سوق الصرف عموما بالنسبة للدينار يحتاج إلى العملية الاقتصادية تفضل الأستاذ الكريم وتكلم على قانون الاستثمار قانون الاستثمار هي مشاريع إلا حبينا نهيء السوق وتجي هذه المكاتب تقعد تراقب وتوجد في نفسها لكن هذا المكاتب وش راح تكون عمومية باش يقبلوا يقعدوا بدون ربحية أي هذي فيها كلام لازم يكون مصرف مكتبي عمومي الدعم والدولة ويقعد يسنسطال باش لما الأجنبي يجي ما يقول لهش ما تروحش تبدل في السوق الصوداء يقول له رو عنا مكاتب صرف لكن الأجنبي ما هو الثمن نعاون نرجع للسوق إذن عندنا مشاريع إلى هذه المشاريع تأخرت معناه هذا المكاتب راح تعاني لكن إذا كان نسق وتسيير قوي لهذا المشاريع كان مشاريع اقتصادية قوية في الجزائر لكن أولها أولها السياحة لكن كان مشاريع أخرى تدير تصدير لما يكون عنا التصدير وش معناه لمكاتب الصرف وش معناه تصدير معناه التصدير راح يطلع على بالموس كوميرسيال ورح يطلعوا لريزارف دوشونج كي يطلعوا لريزارف دوشونج وش معناه معناه نزيد نشجح هذا المكاتب ونزيد ندفع بالدينار الجزائري باش نقر لأن الهدف النهائي اللي مكاتب الصرف أنه للحق الدينار الجزائري يكون عنده سوق حرة على بالك الخطر الخطر في لما احنا لا نديره لأنه ما لدينا حل ثاني لأن البنك المركزي يقعد يراقف هذه الموازنة الخطر وين راهي لو كان تصيبنا انكريز عبك في انكريز وش هو اللي عاود يرجع العملة لطبيعتها أن العملة تكون حرة وتعوم في هذه الأزمة وهي اللي تعاود ترجع العملة من مكانها لكن لما البنك المركزي يضبط كنت حكمنا أزمة وش معناها؟ وش معناها أزمة؟ معناها الريزاردوشونش تاعنا يخلصونا لأن العملة ما عندهاش كما نقوله ديرو تمشي عليهم بل هي مقيدة لكن هذا التقييد ما عندناش حال ثاني غيره وكننا نحطه الآن العملة تاعنا في السوق الحرة نظن البيئة تاع الدينة أرجرية نحن نقاوه في مكان ثاني وما نقاوه في الأسواق نعم طيب سي بداني فقط سؤالي هل اليوم انت مكاتب الصرف يعني كبداية هل يجب أن تقتصر فقط على الشراء أم على الشراء والبيع؟ نعم تقتصر بطبيعة الحالة على الشراء العملة من الأجانب إنهم وجدوا في الجزائر والبيع تبيع تبيع للجزائريين لا 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 مش تشري بالجزائر تشتري من الأجانب طبيعة الحال تشري العملة من الأجانب الجانب اللي حيجوك هنا يا أجانب وبطبيعة الحال هتبيع وتبيع العملة تبيع عند الطالب أو طالب وطبيعة الحال شكو اللي حيطلب العملة الجزائري في السوق الجزائري وليس شخص آخر شكون في ميزك انت؟ لكن نطرح لك سؤال أنا أحبت أن نعود نقول لك نقطة مهمة تكلم عليها لا لا مكالة تعود تكرلي واذا قال ضيف لنضيعوش الوقت لوقت يعني إذا عندك يعني إضافة أو مقترحة تفضل هي تكلمت أن تقلت في النظري أنا كيف أشعر نتكلمها ستكون لحل نكون شراء عملية شراء والبيع الشراء ما تقتصرت فقط على الجزائر سننمح لفرصة الأجانب في عملية شراء والبيع العمر لكن تكون هناك مرافقة و تأني العملية كما أحبت أن تكلم على الوضع الاقتصادي الجزائري الحال وقت الاقتصادي الجزائري الحال يسمح يسمح أن تكون هناك تكوين لمكاتب صرف ستكون هناك مبالغ معتبرة من العملة الصعبة التي توضع في هذه المكاتب صرف لأن في سابقة بأوانيها أين اعتمدت هذه المكاتب صرف كان الوضع الاقتصادي الجزائري لا يسمح في نظري لا يسمح للإشراف على مثل هالمكاتب لكن الآن الوقت يسمح وباعتبار أننا لحقنا حتى 7 ملايير خارج قطاع المحروقات وماتير ديكسبورتاشون الخزينة بما يسمى ميزانية المدفوعات أو ميزان تجار الجزائري يسجل في هذا الجهة طيب سيب نيامينا فقط باش نترحوا أسئلة لأنه هذه هي الإشكاليات الآهم بخصوص يعني السعر الصرف ما هو السعر الصرف اللي راح ينطبقوه يعني بخصوص يعني مكاتب الصرف واش تقتارح يعني شوف سيب باسي راح نهنيك في هذا النقناة ما راحش يكون مكاتب صرف راح يكون عقارات فيها عنوان مكاتب صرف ويسمحون المستمعين لأنه راح نتطلقوا بخطوات بطيئة 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 جدا راح نتمركزوا فقط باش نختطفوا المعلومة ونبنيوا استراتيجية مرحلية كون ينوضك واحد يقول لي راح نديروا مكاتب صرف غدوة من ذاك ونروحوا بدلوا دوفيز كيما نحبوه قولوا مين المستحيلات السبب تكلم الأستاذ على الاكسبورتاسيون كي تقول لي الحلول إلا داروا العكسة نختارح هذا الحل راح يكونوا عقارات فيهم مكتب صرف ودجي اليوم تلقاشوا يا دراهم غدوة ما تلقاش كيما الحقنا طروح للبانكي قول لك ما كاش هنفه قومونت ايه صفاتر دي قومونت تكلم سيد الكريم عن لإكسبورتاسيون شوف هناك هناك نقطة مهمة لفالور دوشانج تتكلم عن لبالانس كوميرسيال وننبال لإكسبورتاسيون لأنه لبالانس كوميرسيال هي هالك لدفيرنس بين الإمبورتاشون وإكسبورتاشون ستبدأ الإكسيدنتر هذا الإكسيدنتر هو اللي خلينا نجيبوا دي ديفيز ممكن تصدر لكن إلا كانت الإمبورتاشون تاعك أكبر من التصدير وراك في أنديفيسيت دي بالانس ما عندك شرزرف دي شانج حبابي إذن الحاجة اللولة اللي لازم نعملو عليها لرزرف دي شانج وعلش نعود نربطها بالاقتصاد السبب بسيق وما نقدرش نربطها بأمر ثاني قانون الاستثمار العقارات الاستثمار العقارات الصناعية المنتجة بش نخرجوا شوية بالسياحة لأنه السياحة تحتاج العقارات وبناءات وعندنا حد أدنى برك البرنامج اللي غير موجود والجو مش مفتوح نرجع للجو لكان بكان نرجعوا لقانون الاستثمار نرجعوا لقانون المالية نرجعوا لقانون النقد هذا وش يديروا إلى هذا ما خرجوناش شركات منتجة تصدر بسهولة ويرح يكمل البنك الجزائر يكمل يرافقهم في الباريتي لماذا؟ ما عندناش الأداة الاقتصادية باش ندخلوا في السوق الحر تح العملة الصعبة غير ممكن لكن كاي النقطة قوية جدا لما تكون العملة ضعيفة هذه برك فقط لما تكون العملة ضعيفة باش نفهموا بسكول لما نفهموا الحلول تجيك السيل لما تكون العملة الضعيفة هذه مليحة للتصدير واش معناها عملتنا ضعيفة؟ معناها ثمن منتوجنا في الخارج رح يكون قليل معناها قدمة عندنا في المرحلة هذا وضح حالي عندنا عملتنا صعبة رح يكون عندنا كم وعندنا وعندنا معناها نقدر نخاطر ونمد بسكوكاين مجال مخاطرة ونمد لمكاتب الصرف قوة مكاتب الصرف هذا التداول تعدل في الصرف يبدأ يعدل في الضينار عن طريق مكاتب الصرف ومن بعد كاي النوتر لوفيي رناب عاد عليه ما حتما رح يدخل في اللعبة لو سمحتوا لي بالتعبير هي البورصة إذن شركات تدخل شركات مصدرة تحتاج إلى أملة تتحول من شركات عائلية إلى أس فيا تدخل في البرصة لما تدخل في البرصة هنا نفتح الباب على مصر عاي بمعنى شكون الجاجة ولا البيضة لا البيضة ولا الجاجة أنه كلنا نمشي في نسق رح يكون تجاوز وعلى هذه أنا نقول لك رح نفتح قارة صرف بلوحة مكتب فيها مكتب صرف لكن كمية صرف رح تكون قليلة جدا في الأولى وتكون وتكون فصلية ومضبوطة وموجهة سيد بن يامينة هذه المكاتب الصرف لو يتم تفعيلها هل تقدر يعني تساهم في تقليص يعني سعر الصرف في السوق الموازية يكون على الأقل يكون قريب شوف سؤالك هايل تسمح لي نزيد له جزئية ونردو عليه بقوة لأنه معذناش الوقت جاوب عليها مباشرة بقاتلنا معذناش مباشرة زيد له عنصر مهم نعم عنصر الزمن لك تسألني هل يمكن معنى غدوة أقول لك لا سنوات نمشي نمشي بين سق بين خمسة وعشر سنوات وفق نسق قانون الاستثمار إذن المكاتب يمكن وفق نسق قانون الاستثمار اللي طلع الشركات وتمد التصدير وتكثر وتخلي الدولة تخاطر في مكاتب الصرف وتبدأ الدورة لأنه لابنك الاقتصاد سي باباسي مايش سي باباسي سي باباسي نمشي كويزين ماهو خليط ومبعد في نفس الوقت يعطيك الشعلة إذن سؤالك واجه لكن نزيد له لديمانسيون دي طن نحتاج إلى كلنا شاطرين نمشي وغير بالجدول الزمني تعقنون الاستثمار لكن المنحنة اللي رأنا نمشي فيه في قانون الاستثمار الآن أنا كخبير يقلقوني وبالتالي إلا حبينا هذا المكاتب الصرف تكون تكون في أقرب وقت في نسق في نسق مشي معناه تعادل لكن انطلقنا في المواجهة والمواجهة التم بمكاتب الصرف بالمشاريع الاقتصادية وكذلك بدخول الشركات الدولية والشركات الجزائرية والبنوك إلى البرصة وإلى التصدير بقوة نعم كلمة آخرة أستاذ أبدالي نعمل أن يكون هذه البادرة بمكاتب الصرف إن شاء الله ستكون كما تكلم أستاذ بن يمينة لازم نمنح الفرصة ليس بالزمن غدا لكن لازم نمنح الفرصة حتى نلاحظ مدى مدى هذه المكاتب الصرف وهل يمكن اعتماد عليها ونأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن المكاتب الصرف ستقوم بدورها إن شاء الله أنا متفاعل كل التفاؤل وإن شاء الله ستقوم بدورها ونتهينا من السوق الموازية اللي لم يشرفش أبدا الجزائر يعني أنت وش تقترح يعني كاختراح أخير بش تنجح هي عبدت يفوووار العمولة العمولة اللي لم يكن الصرف اللي تحصلوا عليها هذه بورنو بارلي ودتريمون للكونمي بس كوكي تكلمت نتوكونا باللعمولة نجم بسعر الصرف اللي نتكلموا عليها في السوق الموازية هو يدير غنده سيون بار باب صن رو يفاورا من الفند باش كون هناك كونتوت باريتي كما تكلم أستاذ بن يمين نجم مراجعة وتكون هناك تدقيق العمولة كلمة أخيرة أستاذ شوف كلمة أخيرة إن شاء الله تكون عندنا عقارات صرف متموقعة جغرافيا وتكون عندها أدوات المراقبة أدوات المراقبة وشن هي مؤشرات قياس المشاريع الاقتصادية وجدواها لأنه لاش هذه مكتب الصرف عند علاقة مباشرة مع البنكر المركزي والبنكر المركزي هو القائد تعنق الجزائر وتع العملة نعم الحل تعرف الحل يعني الحل الجذري أننا نسرع في المشاريع الاقتصادية القوية نعم وأننا نكون أنفسنا سيكون أبالي نديوكاسيون فنانسيار طيب السيد عبد الرحمن بن يميناء خبير في العقار والهندسة المالية شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الشكر أيضا للسيد عبد الوهاب بدني رئيس دائرة الخزينة بمنك السلام شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا وبركاته اشتركوا في القناة